اوكي اداله عايز ايه اداله يعني واضح ان هو في حاجه عنده بايضه في العلاقه حاجه يعني مش واخد حقه زعلان من حاجه اتهزم في حاجه بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجه انه هو ايه ما تهزمش هو بيحاول يبين انه هو ما تهزمش انه هو ما تكسرش نفسه في ايه عايز يدي في العلاقه اكتر اداله زي ما احنا شوفنا حتى الفقرات والعامه تده يركز في العاطفه اوه تده يركز مع شريكه اوه تده يهتم بيه تده يعوضه حاجه حلوه جدا فالداله شايف انه يعني ان العلاقه حلوه ولفسه بقى ايه يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر حلوه قوي قوي اداله شايفش ديكو ازاي which is weird اتجرح كتير اتجرح كتير اام طعنات كتير 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 مش عارفه اذا كانت طعنات دي بسبب او بسبب شخص تانى لكن المهم ان هو شايفه متقلم وان هو زي ما تقوله تغضر به كتير قوي وعنده نهاية مؤلمة يعني زي ما تقوله اخد نهاية مؤلمة مش عارفة الدلو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بر لكن الدلو حاسس بقلمك حاسس بقلم شريكه سوري الدلو حاسس بقلم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل ايه الشريك واضح ان هو حط لنفسه هذا ورايح له بسرعة ياخد خطوات سريعة جدا 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 وانا حاسس ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فلنفرض ان الدلو زعل شريكه في حاجة بس دلو ابتدى يركزه ابتدى يديه ابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاريه بقى اللي هو ايه بيسمحه بيقرب منه اكتر رايح له بسرعة نفسه في ايه هو نفسه في تعويد فعلا نفسه في تعويد الشريك شايف ان هو ادى الدلو كتير قوي او يعني مقصرش على اقل معاه في حاجة ونفسه بقى في تعويد انه واضح ان الدلو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من غلط وابتدى ان هو يعني عايز يحصل بقى الشريك شايف الدلو ازاي شايفه بيصلح لا الدلو بيصلح خلاص عمال بيشوف اخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال يبيطبطب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ماشاء الله الطاقة الدلو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين كوباية دي كوباية دي مشاعر وحب جواها سمكة السمكة دي عطاء وام رمز رمز للخير يعني مقدملك كل خير عايز يقدملك كل خير لأ واضح ان الدلو تعلم من درسه تعلم كويس وعرف امتك ونوي صلح وانت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي انت بتعمله حاليا انك انت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى تعمل ايه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة او بصوا بقى فيه بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد فيه حاجة جديدة حاجة انتو مش متعودين عليها الدلو فعلا ابتدى يركز مع الشريكه فيه تفاقل كده وبصين العلاقه ايه ده العلاقه بتتطور ده العلاقه مش فشل زم انا كنت فاكر لا ده فيه صاف فيه بداية جديدة فيه طريق طويل انتو رايحين وانتو ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يا دلو ومولود جديد للناس اللي مستنين موليد الناس اللي لسه متجاوزوش ده زواج اتمام زواج واتمام خطوبة اه والناس اللي مستنين مولود مولود جديد لو ولا حاجه من دول وانتو متجاوزين الراديو عندوك اتفاعيه مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجه نقية جدا حاجه عطاء عمليين تده كله عملي يديه كله عملي يديه يعني الدلو بيدي شريكه وشريكه بالدالي بيديله ماشاء الله بيرفا ويعني انا عايز اقولكو انا معاكو والقراءة فعلا تنطبق على الدلو جدا الشهر ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب هلاخص القراءة الحمد لله حلو قوي فيدباك جميل ربنا يسعدكم يا رب ربنا يسعدكم الدلو واضح انه ضلط في حاجه او اثر في حاجه على الاقل على الاقل تقدير وبيحاول يبين ان هو ايه مش عايز يعترف ما بيعترفش انتوا عاكين دلو ما بيعترفش فهو بحاول يبين ان هو تمام ان هو مغلدش في حاجه او الحرب اللي كان داخلها او المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر الهزيمة دي عايز يتدي يدي في العلاقة لان شايف ان اساسها قوي وانها تستاهل منه انه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه ازاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة طعنات 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 كتير جدا جدا يمكن تكون منه او يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحس ان الهدف ده اتجاه شريكه بسم الله ما شاء الله الشريك عايز ايه كمان عايز تعويض بقى عايز ابتدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا او يعني دعم كتير ادى دعم كتير للدل فعايز تدي يحفظ بقى عايز هو بقى ياخد شوية اه وهو شايف فعلا ان الدلو ابتدى فعليا ان هو يصلح وابتدى يدي اتقى ما بينكم ولا احلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو يشريكو داخلانها ومرحلة منطقتها حلوة اوي بسم الله ما شاء الله اه طاقة البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح اه عملين ترسمو خطوات نحو المستقبل مع بعض اه وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الاراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لأ يمشوا خطوة خطوة ان شاء الله الطريق طويل واتكملوه دايما مع بعض بس خدوها ايه واحدة واحدة مشاعر جديدة اه فيها اه كلها سلام وكلها اه اه يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مولود جديد اتنان زواج او اتنان خطوبة اه اه بس يعني ما شاء الله حاجة كده مفيش زيها وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكو جدا الحمد لله الحمد لله ربنا ايهانيكو كل الدل ان شاء الله ويسعد شرككم ويعني بس بقى حلو جدا 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 ما شاء الله حالتك دلوقت يا دل ايه هي حالتك يا دل وشكلك يا ام دخلك فلوس هتدخل او دخلت خلاص في خير في تحسن في الحالة المادية في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه ابتدت تنور ابتدت تنور اهيه في خير جاي حالتك دلوقت كمان عندك عطاء اذكرت ده كمان اما ان هو دخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويس ان شاء الله او انه انت في حالة عطاء عمل تدي 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 اه حد محتاج بتدي له عندك كرم اه زاي بالوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك اه دلوقتي حالا شكل الشهر عندك فيه احتفالات هو شهر احتفالات فعلا بنحتفل بسنة جديدة لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبة الشكل فيه خطوبة وفيه اتمام مراسم خطوبة او زواج كمان فهو فيه فرح فيه احتفال يعني ما شاء الله كارت اصفر ملور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون اجازة شكل الشهر ده عندك فيه اجازة فيه فسحة فيه سفرية المهم انه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء وبان رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنه فيه حاجة انت مزبزب فيها مش عارف تختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار او عندك تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك انت تحسن الموضع ده اما انه انت فيه قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمين وش مال او أنت في حالة تقلب أو ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية يعني طلع نزلقة إما أنه أنت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول تتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح أو فأنت عايز تثبت بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية الفلوس اللي تيجي لأتاعت شوية فيها حاجة بتتأرجح أنت عايز توصلها لحالة study ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو أنت عايز تعمل ده يا دلو بإذن الله الفلوس اللي حجيلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملحاش معنى أو ممكن يكون هدفك الاقتصاد أن أنت قررت أن أنت تعمل خطة في الصرف أنك أنت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي أنت محتاجها بس المهم أنه هدف كويس قوي 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 فيه ناس تلعى هدفها النهاردة أنها تهد البيت في خلقات النهاردة كان هدفها غير طبيعي صراح طيب إيه العقبات اللي مقبلك الشهر ده تغييرات أنت ما كنتش عامل حسبها تغييرات مفاجأة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير أي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجأ في العمل حصل تغيير مفاجأ عملية تحول ده هيقف قدامك عقب الشهر ده هتبقى مش عارك تتعامل مع الزي نصحتي لك تعامل معي بجرأة بص هو إيه اللي بيحصل هنا الثيم بتاع الكارت ده الموت مفروض إن حاجة بتموت أو حاجة بتغيير وحاجة مفاجأة و جاي غصبة عنك أنت أنت مش متوقعة زي الموت كده لما بيجي إيه غفلة هو الموت هنا رمز مش موت بمعنى الحرفي الموت بمعنى رمز الموت إن هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والواحد بيجعبش صرف فيه أعمل إيه بس بوستو بقى هنا الراجل ده ده مفروض إن هو السيس يعني أو إحنا بالنسبة لنا بقى حيبقى رجل فيه أو شخص فيه عنده تدين واقف بيواجهه عادي جدا واجه واجه التغير أو التحول ده بشجاعة ما تقلقش لأن التحول ده أو التغير ده الحاجة اللي بتموت أو تتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالعة بعدها فواجهه ما تخافش منه التغيير اللي داخل عليك ده دلو ما تخافش منه إن شاء الله في الآخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة أحسن بس أنت مش شايفها دلوقتي الحاجة اللي انت حتنجزها الشهر ده واضح إن الدلو حيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاته كان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة قوي كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته المادية واضح إن هي تتتحسن بالفعل أو على الأقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع إن إن شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط إنك أنت بقت تهتم بيه مش بس مهتم بشغلك وهبقت هامله لا بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في النحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب إيه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطط مستقبلية أوكي خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة أوي تجنب الخطوات الكبيرة أوي اللي ليها علاقة بقى إيه بخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية اللي مش عارفة إيه لأ بلاش تعمل خطة خمسية دلوقتي انشي step by step خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لإنه ده مش وقت ملاسب إن انت تعمل خطة للمستقبل أو المستقبل بعيد بالشكل ده وممكن يكون كمان السفر تفادى السفر الوقت ده 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 ليه ما تخافوش من حاجة يعني يمكن على أقل تقدير يعني إن ناتجته مش هتبقى مرضية لك أوي اللي عنده سفر الوقت ده حاول ما يتجنبه أو أي حاجة فيها إيه خطوة بعيدة خطوة كبيرة إيه اللي انت محتاج تعتنقه هذا الشهر الشوية يعني مش عايز أقول بخل عايز أقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لأن دي pentacles نمسك امسك إيه ديك شوية يا دلو انت طلع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق واضح إن فيه بعزقة عملت بعزق ينين وشمال وفوق وتحت طيب ده ده اللي انت محتاج تعتنقه الشهر ده حاول تمسك إيدك شوية امسك إيدك ركز اعمل خطة للصرف خطة محترمة كده مش لحاجة علشان أتليست حس يعني توصل الهدف اللي انت عايزه ده إنك أنت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان وعلشان تبتدي تحس بالحاجات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبقى تأثيرها طول ما انت كل اللي بيجيلك بتصرفوا مش هتحس بالتحسن أو مش هتحس بها شكرا